نتحول بكم إلى مصر حيث قضت محكمة بالسجن المؤبد على القائم بأعمال مرشد الإخوان سابقا محمود عزة في إعادة محاكمته بشأن تهم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع حماس وكانت محكمة جنيات القاهرة قد قضت سابقا بالإعدام شنقا على محمود عزة والقيادي في تنظيم الإخوان خيرة الشاطر إضافة إلى ثلاثة عشر آخرين سمير عمر جاهز معنا في القاهرة للمزيد من التحليل والقراءة في هذا الخبر وهذا الحكم على محمود عزة فضيلة دون شك هو حكم جديد يضاف إلى قائمة الأحكام الصادرة بحق قيادات جماعة الإخوان المصنفة إرهابيا في مصر والتي ارتكبت الكثير وفقا لأحكام قضائية من جرائم إرهابية بحق الشعب المصري هذه المرة تتلخص القضية في إعادة محكمة محمود عزة الذي صدر بحقه كما صدر بحق نحو عشرين قيادية من قيادات الجماعة أحكام بالإعدام اليوم إعادة محكمة محمود عزة المحكمة أصدرت حكمها بعد أن إعادة محكمته حضوريا بالسجن المؤبد هذه القراءة القانونية مبدئيا يحق المحمود عزة الطعن على هذا الحكم أم حكمة النقد كما فعل من صدرت بحقه محكام في هذه القضية القراءة السياسية وهي أيضا في غاية الأهمية لأنها تؤكد أن ثم ترتباط عضوي بين قيادات الحركة والتنظيم في مصر مع قيادات الحركة والتنظيم خارج مصر سواء كان عبر التواصل مع التنظيم الدولي الإخوان أو التواصل مع جماعة حركة حماس في فلسطين أو حتى مع حزب الله والعديد من تنظيمات الإرهابية الأخرى بغية تنفيذ أعمال الإرهابية على الأراضي المصرية في عقاب التغيير الثوري الكبير في الثلاثين من يونيو من الناحية القانونية صحيح يحق المحمود عزة الطعن على هذا الحكم لكن الناحية السياسية التي ليست هناك فرق كبير فيها ما بين القراءة السياسية وبشرة للمشتغلين بالشأن العام أو حتى الجمهور العام المصري في هذا الأمر وهو الإدانة الكاملة لكل ما ارتكبه تنظيم الإخوان من جرائم إرهابية على الأراضي المصرية سواء كان ذلك قبل ثورة 2011 أو بعد ثورة 2013 شكرا سمير عمر مراسل سكاينيوز عربية في القاهرة